اشتركوا في القناة وخاصة انك تجينا بعديد التتويجات والانجازات اللي بش نحكي عليهم في الحوار برنامج الدوامي يبدأ بالالتزام هذا لقدامك لو تسمح تقرأ للالتزام ثم نبدأه الحوار اني الممضي اسفله السيد غازي زغباني اتعاهد بان اكون صريحا وجريئا واجيب على كل الاسئلة والتزم بقواعد البرنامج وان اكون صادقا وحريصا على حق المستمع في معرفة الحقيقة كاملة وتحمل المسئولية فيما اقول الضيف الامضاء يلزم سححة تقبلت سححة لك حروة اغتيال سححة وكوي عندي بثيقة في اسئلتك الله يخليك بعد ما سححت نقولك مرحبا بيك في الدوامة الدوامة نبدأ نقوله مبروك للعمل مبروك للمجموعة مبروك لتونس التانية البرونزي في مهرجين ايام قرتاج المسرحية ما اهمية التتويج هذا للعمل وللفريق ساعة اكيد تتويج مهمة مسرحية مزلت جديدة ومهرجين ايام قرتاج المسرحية يبقى من اهم المهرجانات المسرحية في افريقيا وفي العالم العربي عنده قيمته ويعني التتويج في الايام متاعنا لحقيقة مهمة مهم لنا للمجموعة ككل انتظر التتويج ولا مفاجأ كان التتويج لا لا الحق انتظرنا اكثر من التانية البرونزي لحقيقة خاصة انه وقت اللي المسرحية تتحصل على زوز جوائز اخرى احسن ممثل واحسن سينغرافية المفروض انه كانت تكون يالفضي يالذهبي لحقيقة اللوجيك يقول هاك يالفضي يالذهبي قاسية شوية كانت اللجنة في التتويج ولا تم ارضاء الاطراف اخرى ولا التطبيج انا منحبش ندخل فيها من حكاية هذا ومنحترم اراء اللجنة انا بدي ساعات نكون في بعض اللجان التحكيم يعني ديما اكيد فما شكون من اعضاء اللجنة كان مع الفيرما فما شكون مع عمل الاخر يعني هو نسبي والمسرح والسينيما ديما يعني الاراء تختلف العمل كاخراج ياخذ جيازة هذية لجائزة الفريق الارضاء الممثل في حد ذات وغرور الممثل بجائزة احسن ممثل السينغرافية الجويز بالجملة عمل فيه مجموعة ممتازة اصحب انه تتويج يكون في تونس لعمل تونسي الحقيقة اكيد اي خطر شوف تعرف احنا ديما نحكيه على ريادة المسرحة التونسي وانه المسرحة التونسي سبق في افريقيا وفي العالم العربي وقتل تكون المسرحية متاعك عندها المسئولية انها تمثل المسرحة التونسي في تظاهرة كما هكذا اكيد فما المسئولية دي انا نحسوها والولاد الكل حقيقة الممثلين الكل كانوا عايشين استرس كان فما تخوف شوية من نوع هذي كان فما استرس مع العلم اللي كان فما عروض متالية بحضرة مليح بينقاعات مختلفة بالاساس الارتيستو الى انه وصلت لأيام قرتاج المسرحية عمل يترح من جديد وحكينا عليه هنا يعطينا تلميه منعرش فما عروض مبرمجة في الأيام القادمة خلي الناس زادة ينجموا يشوف فما بشكون فما برشة يعني عروض في الفترة جاية في فيفري في مارس في شهر رمضان وفي أغريل يعني فما برمجة للارتيستو بش تكون موجودة خلنا نعطيك اول ديدات متاع الفيرما بش تكون موجودة نهار ثمانية وتسعة وعشرة فيفري أول عروض ثمانية وتسعة عشرة فيفري يكونوا موجودين المسرح هاي تطرح من جديد الهوس بين الكرسي والسياسي كل شي قادر يعملوا من أجل حفاظ على سورته ووقت اللي جاءت الفكرة وبدأنا نكتبه غازي وقال لذي بش نشارك النص مع المجموعة ولا نطرح على الممثلين والفريق اللي معاي قالوا لك شروا متأكل شوية الموضوع هذي تحكي عليه برشة سينيما تحكي عليه برشة تلفزة تحكي عليه في المسرح أيضا ولا قلت مجاز فترح جديد يختلف على الباقي ولا أكيد فما الجمالي ديما يختلف لكن شكون مثلا محمد قريع من أكثر الممثلين اللي ممكن قراب للي نحكيه وحتى في السيجي قبل لنطرح الفكرة قال لي أنه الموضوع موضوع مهم وموضوع كأنه نقوس خطر وانا حتى اللي يعرفوا المسرحية فما برشة قالوا ليش بها المسرحي تحسها فيها برشة تنسيون وفيها برشة شدة للمسرحيات الأخرين اللي حق لنه فما وضع بتاع بلاد يخليك تكتب من غير ما غير ما توش فهمت ديما كنحب نقدم عمل نحب نقول حاجة بالعمل هذي والحق الأحداث والوجوه اللي قدمت نفسها في هالفترة هذي اللي قاعدين نعيشوا فيها هما اللي استفازوني بش نكتب الأحداث هذي المسرحية ممكن نحكيه ديما على السلطة والكرسي والكرسي لكن فما برشة فساد فما برشة وصلنا المرحلة يظهر لي معاش فما خوف بكل معاش فما احترام للقانون يعني من أجل الوصول للسلطة فما نس نجم تعمل كل شي دونك هذي لحقيقة خلاني نكتب هالمسرحية هذي وخلاني نقول رفا ما اختر قاعدين نعيشوا فيه ممتاز النقطة لبعد المسرحية هذي وبالنجاح اللي تعيشوا اليوم ونتمنى لك كل النجاح العالمي اللي تتمنىها إن شاء الله هالفكرة تحويلها إلى فيلم تمشي للسينما وشفنا هذي في هربة بل وولقات نجاح أيضا في المسرح والسينما بعديدة تتويجات مثلا نيدي أبو ستة البتلة على العمل كانت غذجة يستحسن ممثلة في مهرجين الإسكندرية السينما يعمل فين ويهدو وعشرين عام فيلم هربة فإنه فكرة إنه العمل هذي يصبح سينما ويصبح فيلم مطروحة الحقيقة مطروحة هي في السينما ولا في الدراما هو توجه هنا قاعد نخدم عليه الفترة هذي هو فيه فين وعرب وعشرين مش نصور مسرحية ماهوش المسرحية مش نصور شريط وزن ريشا اللي هو أدابتاسيون من نفس المسرحية قاعد نخدم على هال التمشي هذي بالمناسبة وزن ريشا زيدا قاعد ترجع في الموسم هذي تنحكيه شوية بعد على الموسم ثقافيش فيها يعني حكيت أنا وصديقي محمد المغراوي وصاحبي فاما فكرة إنه الفيرمة تنجم تكون دراميا موجودة بذننا منعرفوش اسكو فيلم وإلا تكون عمل درامي لكن قاعدين نخدمه على على الشي هذي وخاصة إنه الأحداث متاحها والشي والشي اللي تطرحوا المسرحية نجم يكون موجود أنت ظروف تستفزك بش تكتب وأنا طريق ترحك تستفزني بش نسأل التمشي مش الرمضان أكيد التمشي البلاتفورم يمكن بش يكون العمل المطروح فيه نجم يكون ينجم محمد المغراوي الأقرب الأقرب ممكن فما فما فكرة إنه قاعدين بش نخدمو على العمل بش نطوروه بش نهزوه الفورم أخرى أكثر من المسرح تعرفو ساعة الفكرة تنجم تكون رواية تنجم تكون مسرحية تنجم تكون فيلم أنت وكيفش طريقة الترح وكيفش تنهي وأكيد وقت اللي بش تكون عمل درامي ولا بش تكون فيلم بش تحل دي زاكس أخرين أبعاد على المسرح هذيك هو الفن الناس اللي يسمعوا فينا اليوم هل عمل هذه الفيرمة زالت الفكرة ما تروحها متعلق المسرح أنه نخبوي جمهور المسرح جمهور نخبوي الفيرمة تطلب مستوى معين من الفهم ولا عمل تجاري نجم أي إنسان يجي تفرج فيه بش يفهم العمل في طرحه البسيط ولا في طرحه العميق المبسط الحقيقة تتفهم أنا ديما نحاول نقدم مسرح معناه نجم شكوني يفهم العمل في المستوى الأول المتاعه نجم يحد يدخل يفهم لخرافة يحس الشخصيات يتفاعل معهم وفما يكون يمشي لتفسيرات وتأويلات وتأولت المسرحية المسرحية متعنا تأولت برشا فما يكون فما حتى قراءات ممكن أحنا ممشينا لهمش بالشكل هذيك المباشر لكن ديما تسمع قراءات وهذا المهم هذي هو المسرح ولا الفن عموما يخلي تساؤلات يخلي تساؤلات لكن ديما نحب نقدم مسرح يحاول يكون زاد قريب من الناس يخدم علي تابو تقريبا يقول غازي زغباني لكن بطريقة مختلفة شوية في الترح الثلوث المحرم الجنس الدين والسياسة زوز طرحناهم الهربة فيه شوية الجنس في علقة بالدين يمكن السياسة ما تروح المرة هذية نتصور في التريلوجي لو نعمل ثلاثية العمل يجي يكون مختص أكثر في عمق ديني بديد تخمم في حاجة في هذا التمشي هو الهربة فيه شوية اي فيه انا نجم اقول لك وقت نرجع للعمال القديمة كل التمشي السياسي موجود فيهم يقول يعني في 2014 مسرحية بلاتو كانت عمل سياسي بامتياز يلخص شنو كان موجود في الفترة هذيك وزن الريش وزن الريش اللي هو عمل اجتماعي لكن ديما الاجتماعي هو ينقض الجانب السياسي دونك الدرس زادة كيف كيف كان عمل زادة سياسي يحكي وفي الدرس للأسف نقول للأسف تنبأنا وقت اللي خدمنا مسرحية الدرس تنبأنا بالاغتيال السياسي قبل لا يصير صح كاننا فما قراءة وقت استباقي للوضع شفنا التشنج الموجود في البلاد حاسينا اللي فما حاجة باش تصير خائبة من نوع ذه وهذيك هو الفناني حاول يقرأ الأوضاع يحاول حياة الكل في نفس التمشي السياسي الاجتماعي أحيانا تمشي الجانب ديني أكيد باش تخمم في أشياء معينة النجم يكون أكيد أنا إنسان والمواطن اللي فيه زادة ينجم يحكي يأثر شوي يأثر إلى حد الآن في الجزء الأول من الحوار معك غازي الزغباني نحكيه عن الكلتين نحكيه عن الحاجات الإيجابية هلو صفحة اللي ديفوه شوية عيوب غازي الزغباني يقال إنه غازي أصبح شخص انتوائي مسكر على روحه يخدم كان أعماله هو في الاسباس الارتيستو التفرغ كل التفرغ لأعماله كتابت وتصوره مثلا قل قدي عندك ما شاركتش في عمل فكرة أو إخراج غازي الزغبان عندي مدة معنا ما يكون في عمل آخر الحقيقة الحقيقة عندي مدة ينجم يكون فجأتني بسويل الحقيقة لأ الخطر فما توجه مشيت فيه وفما عندي بعض المشاريع الموجودة الحقيقة ما عنديش الوقت النجم يكون نظلم ناس أخينا لو كان بش نظلمهم مع بيت أخينا بش نظلمهم وإنه يكون فما فذاء أنت يزم تأثث البرمجة متاعه وتحاول ديما تقدم أشياء زي ده مسؤولية كبيرة يعني الحقيقة الوقت هو اللي ذيق الوقت وتفرغ ذيق الوقت والتفرغ خاصة في المسرح من نجمش من نجمش نمشي توا في الوقت هذي بش نمشي مع مخرج آخر نتمرن شهرين ولا ثلاثة الحقيقة بش نظلم صحيح العمل العمل ولا الزمالية نحن مزلنا في صفحة ديفوات نزيدو ديفو آخر في كل عمل يكون موجود فيه غازي زغباني يخرج عمل يمثل فيه نرجى سيئة مفرطة ولا ما تنجمش تشد روحك على غرامك الأساسي وهو التنفيل لا مش فيه كل عمل في التنفيل موجود فيه كل عمل ممكن السنوات السنوات الأخرى الهربة بعد الهربة عملت سيكاتريس ما كنتش ممثل صحيح عملت مسرحية مع مخرج انجليزي تروف تحكي على الوضع الفلسطيني ما كنتش فيه هذا ده ممثل يعني في بعض الأحيان فما الحقيقة يش بدني دور ولا يستهويني في الفيرما الدور عازف الجيتار وكل شيء وانا عزف الجيتار وانا عملت الموسيقى المسرحية يعني الجانب هذي اللي فيه هو اللي خلاني نختار روحي للدور هذي ممتاز وهما نقاط قوة وقعدت فهم كيف ما يلزم تأثير نفسك أسعب ولا تعامل مع ممثلين أسعب يكون غازي زغباني بين المخرج والممثل يعني هون خلينا نقول أكيد انك فيش تعدي الفكرة للناس أخرى أصعب الخطر بالتجربة وعندي سنين تعودت اني يكون ممثل ومخرج لكن يكونوا معاك زيدا زملاء بشي حاولوا يفهموك بشي حاولوا يقربوا أكتر للحلمة اللي في مخك للشخصية كفيش تشوفها دي نتصور مع نفسي قاعد فهم خدمة فهم خدمة ونأكد لك لساعات فبرشا قاسوة مع نفسي فهمت خطر ساعات المخرج تبدأ قاعد تشوف الشخصية الأخرين قاعد لها بكل شي تنسى النومات اللي فيك نحاول نكون قاسي مع نفسي بش النجم نتوفق في الجانب ذلك واضح بعد شوي نحكيو على وضعية المسرحة التونسي هل يعيش اليوم المسرحة التونسي أحسن حاليته نحكيو على أزارة الثقافة وعلى قتاب المسرح بعض الإلغاء أيام قرتاجة سينمائية أيام قرتاج المسرحية سارت أيام قرتاج الموسيقية تؤجل رأي الممثل والمخرج غازي زغبيني بقى شوي من هذا الكل حوالك مع أيب الغايب ورجعين الدوامة يا فهم على راديو مرحبا بيكم من جديد الناس كل قاعدين تسمعوا فينا رجعنا لكم ماذيفنا لليوم الممثل والفنان والمخرج غازي الزغبيني غازي هات نحكيو على التلفزة شوي حلو بي بالتلفزة شوي يجي رمضان تقريبا عام بعد عام الأعمال ماشية وتنقص عنا مشاكل انتاجية كبيرة أكيد ما فهماش أعمال واستلعاب معناها فهم مشاكل متروحة وزيد تسمع فهم جملة تقريبا كل عام موجودة يحصل على أعمال قبل يحصل على ممثلين قبل مع العلم اللي كان هلو بارانتز صغير عنا عديد الفنانين والأعمال اللي قادة التوش أكرم ماج أحسن ممثل أفريقي في مهرجان مستردام عن فيلمواز محمد قرية أحسن ممثل في شمال الفريقيا في مهرجان وقادو قبر كينفاسو غازي الزغباني أحسن ممثل في أيام قرتاج المسرحي وين الخلل؟ أولا الخلل الخلل لحقيقة نشوفه خلل الانتاجي معناها تشوف انت توا مثلا رمضان على البوية معناش مزيل على رمضان أقل من شهري تنجم تشوف الأشقاء خلينا نقول وحتى اللي كانوا بعض منا في عالم وكل شي وين تو فاش قاعدين يحضروا وإحنا يعني زوز مسلسلات جيت بش نقول زوز ولا ثلاثة إذا هول ما فميش حتى زوز كان خطف الحقيقة هون فما مسؤولية على الأقل تلبز الوطنية تتحمل مسؤولية في الجانب هذه خطر هذيك القطاع العام من المفروض على بكري زادة فما أعمال تاخو وقتها بش تكون الكاليتي زادة موجودة مش ليلة صلالة فمتزرب العمل احنا تعرفنا برشا ولينا بد دقيقة الأخرى حتى لو جاي كوب دافريك يان ترشحوا يان روحوا في الدقيقة الأخرى دي ما فهمت كيف صح ذوك ناقص الحقيقة ما فمش استراتيجية ما فمش قراءة نعرفوه رمضان وقتش بشي جي كل عام من المفروض في رمضان سنة تبدأ فما تختيت في وقت معين يبدأ تحذير الأعمال الدرامية محترمة في بيجي محترم زادة نسمع في شوية حاجات مثلا نسمع أنه ينجم ياخذ البروجي خاطر الأقل تكلفة هذه نشوفها مسألة خطيرة خطيرة صح الحقيقة مسألة خطيرة على الإنتاج وعلى النوعية والكاليتين وحتى على حياة المشهد معناها من المفروض نحاول نطور والناس قدمت يفهم الدراما المصري قاعد تشوف في أعمال حتى الكاميرا كيف تتحرك والإيليات القاعدين يخدموا بها معنا كانت تتفرج في سينما تتفرج في دي سيري كبار بش نتطور ومن نجموش نلوجو في الأدنى أجرا بالعكس يلزم نحاول وإذا كان عمل يستحق نعطيوها ونحاول ونبدأ على بكر ونمنوا بالفكر ونبدأ بنص مهم الحقيقة لكمش نتكلم ما عايش بش الحقيقة الموضوع يلزموا بارش يلزموا حلقات ومن هوني الرمضان من هوني الرمضان الأعمال التلفزية تستهويق غازي زغباني والله الحقيقة قمت ببعض الأعمال التلفزية ولكن عندك مدة غاية بصرف عندي مدة غاية قمت بتجربة فشلة أنا نقولها حتى كان مغرج لكن فشل نتعلم منه زي فهمت قمت بستكوم في 2013 و يعني إخراج وسيناريو وكل شي وكان معي مجموعة قايمة وكان ينجم يكون ينجح أكثر لكن بعد تلقى روحك في مشاكل مادية مع التلفز الخاصة هالقربلة هذية والي تخليك لحقيقة تقول التلفزة نبعادها وحييك على روحك عشت الفشل يقول عزيزة وحييك على هذا مش معناها كما قلت لك النجم وقت اللي حكيت لك على الفيرما مشروعي نجم يكون درامي طبعا لكن نحبو نخدموه ياخذ وقت وياخذ وقت ويتكتب بالقدا هنا منتوى معنا باديين ما نعرفوش وقتاش بشي تخدم يعني ما عنديش رفض للتلفزة لكن وقت اللي تكون في وقت وفي وقته وبشكل محترم عادش تاوى النجم نحط نفسي في تجربة تركية ممتاز ممتاز وحييك مدام فم استراتيجي مدام فم تصور عارفوا ان نمشي وان شاء الله التوجه يكون صحيح به نقطة ثانية هذي التلفزة احكينا عليها المسرح التونسي كيفاش نقيموه اليوم يعيش احسن ايامه يعيش ايام عادية ولا اسوأ مما كان الحقيقة اسوأ من ما كان اما مش مش في الكاليتين متى العمال فقط في الترويج انا يظهر لي من بعد الكوفيد اذا كان فما يعني سكتور لي ذر بالحق من الكوفيد هو المسرح يعني الموسيقى تعرف خلالناس خلالناس تكتبوا تلحن وتمشي الموسيقى تتخرج وتنتج السينما كيف كيف من بعد قاعدة شوفنا عمال شوفنا عمال المسرح الحقيقة معاش فهم يعني تسمع المسرحية عملت عرض اثنين ثلاثة وبعد معاش تلقاها العروض في وسط البلاد وهذه مسألة كبيرة العروض المدعمة والمهرجانات اللي معادش موجودة يعني ساعات حتى المسرحية مش نحكي خطفهم الفضائيات الخاصة الحقيقة الارتيست والتياتر والريو الحمرة عندهم الفضائيات تحمي نجم العمل يعيش نجم العمل الممثل بيدو يتطور المسرحية لكن جيل المسرحية تقدم عرض تقدم العرض الأول وبعد تعمل العرض بعد ثلاثة شهور وبعد تعمل العرض آخر بعد أربعة شهور كيف الممثل وكيف تطور العمل صحيح حتى أماكن العرض يعني قاعات العرض تبعد شوية من تونس وبعض المدن ما فيما حتى يعني طبعا نحكيه على الفيرما وخيرنا جائزة السينغرافية لو كان نحب ونقدم العمل في الشكل الصحيح متاعه داخل الجمهورية بش نلقاه مشاكل كبير بش تحترم الجمهور وقدم له هالسينغرافية مش كل المسارح ولا كل القاعات متعانة تسمح بش لا ما نسمحوش لحقيقة مش مش كل شوية برك شوية برك يسمح لحقيقة الوضع خائب خلينا نقوله وهذه هوني ممكن ممكن الوزارة الثقافة تتحمل المسؤولية يجب أن يكون فيما قراءة يجب أن يكون فيما استراتيجية كيف هالعروض هذية تتبرمج كيف أنه توفير على الأقل كي نبدأ نتكلم نتذكر حاجة تفهمة مراكز ولاية مراكز ولاية ما عندهم شوية نتقدم كريمة هاي معنا تساوي المراكز ولاية انت هذا يشكيل في حد ما تحكيش على المنات بضبط وراني نحكي على الأدنى المنموم مش نحكيه متاع عديني العدد الممكن من الآليات فهمت اليوم لو لو تسمع فينا سيدة وزير وزير الثقافة سيدة حيات بتات القرميزي شو تقول لها غازي زغباني كساحب اسباس كمخرج كممثل لحقيقة الفضائيات الخاصة كانت وقعدت تخدم وحلم الحلول يجب تجيع أكثر بس الناس تخدم لكن يلزم يجب توفير قواعد يلزم استراتيجة متاع عمل للعروض هذية مثلا فهمت برشة أفكار راهو انك مثلا تعمل وحدة صوتية وظوئية قوية في كل مركز ولاية من المفروض والعروض تتنظم باش الناس تجي تقدم عمل بشكل محترم هتنشوفوا انتي أبدأ بكل ولاية احنا عنا 24 ولاية نجمو نلقاوا فيهم 24 فن الرابعة مثلا نجمو وهذا كان من المفروض هذا أدنى حاجة معنا أقل حاجة ما قلنش الجهات في الولايات عطينا في مركز عندك قاعة عرض محترمة بالإمكانيات بالأليات الكل المسرح يقرب للناس رغم أنه يقال أن المسرح يمكن مقرب لوزارة الثقافة وعنده لهوة خاصة من وزارة الثقافة بما أنه أيام قرتاج السينمائية تم إلغاؤه أيام قرتاج المسرحية تعمل وأيام قرتاج الموسيقية تم تأجيله بشنو اللي يميز تحبكم الوزارة باين وإنه باين وساعة وهي نقطة إيجابية برشا أنه أيام قرتاج المسرحية تعملت أنا الحقيقة كنت ضد قرار الإلغاء أيام قرتاج السينمائية لخطر كانت فرصة زيدة بش السينما الفلسطينية تتكرم كانوا فن برشا فليم بش يجيو والإلغاء ديما فيه نوع من الهزامية لها لكن زيدة يزمك تقول يزمك تكون موجود يزمك تعبر على رأيك يزمك تكون عندك مواقف والمواقف تلقام كان في السينما تلقام في تياتر تلقام في المسرحية هذو ما يتعدي وليت عملت أيام قرتاج المسرحية الحقيقة والحمد لله والحمد لله في ظل الغاء الزوز اللي سار هو أيام قرتاج المسرحية هو تأجل تأجل تم تأجله للماء إن شاء الله به مزل تقريبا تقيقة وثلاثين ثانية في الحوار معك سيد غازي زغباني قتل وزن الريشة يعود من جديد ونحكيه عليه وقتل نحكيه حتى على البر مجال ثقافي هاي السنة في الارتيستو عنا شوية دي غيب قيز متاع مسرحيات بش تكون وزن الريشة يوم تسعتاش جانفي في الارتيستو فما مسرحي تعقب حد في شهر فيفري زيدا بش ترجع ديو بين غازي زغباني ومحمد حسين قريع مسرحي أخر فيها غازي ممثل وفما فما فكرة زيدا بش العرض لول بش يكون يوم ستة وعشرين جانفي اللي هي لاري كانها لاري متاع بوس ولاري يضحك اللي هي ستنداب بش تكون رانكونتر هكا مرة في الشهر بش موجودة في الارتيستو في الشهر رمضان ممكن تكون أكثر من مرة وبيش يكونوا فيها بعض الأصدقاء وبش يكون مفتوحة البارشة من الناس اللي يحب ويجي وبحذين من الأصدقاء محمد حسين قريع مراد بن نفلة بش يكونوا موجودين آدم العطروس يكونوا موجودين في المرة الأولى 26 نجام في معاهم ديما البيب زادة محلول للي بروفيسيونيل ومحلول للناس اللي زادة يحبوا من يحبوا واضح سويا الأخير نكمل بحوارنا معك فرما تعالج الهوس السياسي والعلاقة السياسي بالكرسي قصر الكرتاج فيه مسرح يتمح غازي زغباني يعرض العمل لهذا في قصر الكرتاج أمام رئيس الجمهورية والحضور لا نتمح لا الحقيقة نتمح نقدم العرض المتاعي الجمهور المرابي العرض المتاعي يوصل لأكثر عدد من الجمهور وكما قلت في شكل محترم محترم باللي نورم اللي طلبهم العرض ماذا بنا لو كان المسرح المتاع القصر وفي شكل مميز وأكيد فيه الآلي يكون 24 مسرح كما موجودين في الولايات الكل خارق العرض شكرا لك غازي زغباني سعيد جدا لنكون ذيفي اليوم في حوار الدوامة تحياتي مستمعين تحية الكامل الفريق ملتقانة غدا ان شاء الله في حلقة جديدة معظيف جديد نهاركم أسعد ليين باي باي ويا مرحبا